السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إزالة علامة الشورتكت أو سهم الاختصار من أيقونات سطح المكتب في الويندوز عشرة فلا تنسون دعمل باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب المشكلة اللي رح تواجهكم إنه رح يكون على البرامج أو أيقونات سطح المكتب هذه العلامة اللي هو خاصة بالاختصار فالحل يا شباب جدا بسيط كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على أيقونات البحث هذه أو تروحون تضغطون كليك أمين على قائمة إبدا وتضغطون على خيار run بعد كذا يا شباب هنا في البحث تكتبون هذا الكلام اللي هو رجت وبعد ذلك رح سجلكم إياه بالوصف إذا حابين تنسخونا بشكل مباشر بعد كذا تضغطون OK فرح تفتح يا شباب معاكم هذه الواجهة تروحون على ثالث خيار اللي هو local machine وبعد كذا يا شباب تروحون على خيار السوفتويت تضغطون على هذا السهم ومن هنا تدورون على خيار Microsoft اللي هو هذا الخيار الآن تضغطون على هذا السهم الصغير وبعدين يا شباب تنزلون لما تحصلون الويندوز فمن هنا الويندوز تضغطون على هذا الايقونة وبعدين من هنا يا شباب تروحون على خيار current version تضغطون عليه وبعدين يا شباب تروحون على خيار Explorer تضغطون عليه كليك يمين رح تظهر معاكم هذه الخيارات تروحون على خيار new وبعدين تروحون على خيار key فرح يفتح معاكم بهذه الطريقة فهنا يا شباب تكتبون الاسم هذا بعد كذا يا شباب تضغطون enter فبعدين يا شباب تضغطون على هذا الملف اللي غيرنا اسمه على خيار New وبعدين تضغطون على String Value فراح يظهر معاكم هذه الايقونة الان تضغطون رقم 29 وبعد كذا Enter فالآن يشباب تضغطون على هذا الملف وبعد كذا تضغطون OK فكذا الآن يشباب سوينا جميع الخطوات باقي خطوة اخيرة فقط تروحون على قائمة ابدا تضغطون click يمين وبعدين تروحون على Task Manager فهنا يشباب تنزلون اخر شي رح تحصلون عندكم خيار Windows Explorer تضغطون عليه click يمين وبعد كذا تضغطون على خيار Restart فكذا الآن يشباب لو تلاحظون البرامج عندي اللي في سطح المكتب اختفت منها علامة Shortcut وغير موجودة فكذا يشباب بيكون حلة المشكلة بشكل كامل فإذا حبين يشباب ترجعوا الخيارات نفس ما كانت أول مع علامة Shortcut فقط ترجعون على Registry وتحذفون هذا الملف اللي هو Shell Icon وبعدين تضغطون Yes فالآن يشباب ترجعون على اللي هو Task Manager وتضغطون على Windows Explorer Start فلو تلاحظون رجعت معنا علامة Shortcut نفس ما كانت بالأول فهذا كان الشرح يا شباب بكل اختصار إذا حبين تعرفون أكثر عن Windows أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة